اشتركوا في القناة وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والسمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإلى أفراد العائلة المالكة وشعب البحرين الوفي بهذا المصاب الجلل داعينا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد البحرين بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن مصاب البحرين الكبير بفقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة والذي حط رحاله عند رب رحيم عظيم بعد أن قدم خدمات كبيرة وجليلة وعطى من خلال مسيرته المباركة دروسا في التفاني والإخلاص في العمل لمملكة البحرين وشعبها وساهم بجهده وتفكيره في رفعة البحرين وتنميتها في مختلف المحافل وستظل مواقفه رحمه الله التاريخية والمخلصة خالدة في ذاكرة البحرين والأجيال الحاضرة والمقبلة وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إننا نستذكر ما قام به المقفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة ومناقب سموه العالية وجهوده العملية والتنموية التي تشهدها المملكة وحرص سموه رحمه الله على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة إلى أبناء شعب البحرين الكريم والوقوف إلى جانبهم من خلال توجيهاته للوزراء بضرورة العمل على تلبية احتياجات المواطن الأمر الذي سهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المملكة للمواطنين وساهم في تنمية مختلف القطاعات في المملكة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لقد فقدت الأمة العربية والإسلامية والعالمية رجلاً معطاءً حكيماً أحب الخير للجميع وساهم بجهده وأفكاره في تقوية البنيان الخليجي والعربي وتعزيز تماسك الأمة الإسلامية كما أن سموه قدم للعالم والإنسانية الموذجاً بارزاً ويحتذى به من خلال مبادراته وأعماله العالمية التي جعلت العالم يشير إلى سموه رحمه الله بالبنان ويتعلمون منه كل معاني العطاء والإنسانية والرقي بالإنسان في مختلف المجالات واختتم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تصريحه بالقول فقدت الأمة العربية والإسلامية والعالم قامة كبيرة تتكئ على تاريخ من العمل المتقن والفكر المتقدم والرؤية المستقبلية وقائداً نادراً لم يتوانع عن خدمة مملكة البحرين وصون منجزاتها ومكتسباتها والمحافظة على أمنها واستقرارها والعمل على تنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى خدمته للقضايا العربية والإسلامية والعالمية وإعلاء القضايا الإنسانية شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة